بدأت وزارة التضامن الاجتماعي ليوم تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية والأم البديلة لهذا العام على مستوى الجمهورية من خلال مدريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات استمر التقديم حتى 8 من فبراير المقبل أشددت غادوالي وزيرة التضامن أنه محظور على العاملات في الوزارة الترشح كما أنه ممنوع على العاملين جميعا ترشيح أقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك منعا لتضارب المصالح وتأكيدا على النزاهة والشفافية كما أضافت الوزيرة أن أساس الاختيار هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء اشتركوا في القناة